إلى التفاصيل مجددا أهلا بكم أطلقت حكومة أقليم كردستان النظام الألكتروني لشريحة المتقاعدين بهدف إنجاز معاملاتهم في الدوائر والمؤسسات الحكومية بعيدا عن الروتين وشهدت وزارة التخطيط في مدينة أربيل مرسم انطلاق مشروع نظام إدارة التقاعد الحكومي في كردستان بشراكة مع وزارة المالية والاقتصاد والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وقال القنصل العام الأمريكي في الأقليم إيرفين هيكس جونيور في كلمة له خلال المراسم إن هذا النظام يهدف لاستكمال الحكومة الألكترونية في الأقليم التي تم الشروع بها مرتفع بالقول أن حكومة كردستان بدأت تنفيذ قانون وتمكنت من خلاله إعادة ملايين الدولارات للخزينة العامة وإيقاف الرواتب غير القانونية وقال وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان دارة رشيد في كلمة له أيضا إن هذا المشروع يعد جيدا للمتقاعدين ويهدف إلى إنهاء الروتين وربط المديرية العامة للتقاعد مع باقي الدوائر والمؤسسات المعنية في كردستان وأصرح المتحدث باسم مديرية التقاعد في كردستان حازم كوران في كلمة له خلال مراسم انطلاق المشروع قائلا أن هذا المشروع يقدم الخدمات لـ 250 ألف متقاعد مبينا أنه سنويا يتم تسجيل أكثر من 500 ألاف ملف للمتقاعدين في الأقليمة ترجمة نانسي قنقر